موسيقى 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 حوالين بعض الدول وكانت مصر من ضمن هذه الدول وتنبأوا أن بحلول 20 مايو هتنتهي كورونا بإذن الله من مصر فكلها أخبار يعني مطمئمة والحكومة بازلة جهد غير عادي للأمانة الشديدة جدا تعليمات القيادة السياسية يوميا أكتر من على مدار اليوم للإطمئنان عن حالة المصابين حالة التعافي حالة الشعب بواجهة عام كورونا إن كانت أثرت على صحة الشعوب إلا إنها أثرت بالكم الأكبر والسلبي في الاقتصاد والاقتصاد هو عمود الحياة بالنسبة لكافة شعوب العالم فأثرت سلبا على اقتصاد العالم وبدأت الاتهامات يعني بعد ما كانت الأمور دخلة في شيء من الدبلوماسية ما بين أمريكا والصين بدأ تسقط آخر ورقات التوت وأصبحت الاتهامات معلنة وانضم الأمريكا جانب كبير جدا من الدول الأوروبية على رأسها ألمانيا وفرنسا وإيطاليا وانضمت إليهم كندا وبيطلبوا الصين بتعوضات تصل لأربعة تريليون دولار على أساس إن كل واحدة فيهم بتتهم الأخرى بإن هي اللي صنعت الفيروس وهي اللي صدرته للآخر وهي اللي صدرته للعالم كله وهي سبب الكساد والتراجع الاقتصادي على مستوى العالم ولكن يبدو في الأفق شيء غير مرئي فعلى مدار اليومين اللي فاتوا بدأت تتراجع هذه النبرة والوتيرة وبدأ كل منهم يحاول غسل يديه من دم العالم ومن دم شعوب العالم بطريقة إن الفيروس دوت فيروس حيواني وتنقل من الخفافيش للإنسان وهو اللي عمل اللغة اللي احنا شايفينه ده كله وإن كله بيسعى الآن للحصول على دواء أو مصل ضد هذا الفيروس القاتل للانتهاء منه ورجعت وطيرة إن الفيروانزة العادية بتحصد ما يقرب من 600 ألف نسمة سنويا على مستوى العالم وهذا الرقم لم يتحقق بعد من كورونا وإن أضرار كورونا جاءت اقتصادية أكتر ما هي على مستوى البشر في حين إن وصل على مستوى العالم أكثر من 3 مليون حتى الآن إصابة الوفيات وصلت إلى 200 ألف حاجة يعني محزنة للغاية ولكن الأهم من كل ده إن إحنا كمصريين ومنطقة الشرق الأوسط وكعرب اعتدنا في شهر رمضان الزهاب للمساجد صلاة الترويح تقوص معينة لشهر رمضان حرم منها الجميع وتأن منها المساجد ويأن منها المسلمين ولكن كل هذه الإجراءات المتخزة هي إجراءات احترازية لحماية الإنسان والبشر قبل أي شيء وأذكركم وأذكر نفسي بأن الرسول عليه الصلاة والسلام أيام المطر وأيام التغيرات المناخية كان يدعو الناس أن يصلوا في بيوتهم وفي رحالهم وما يجوش المسجد علشان الطرق الوعرة والطين والكلام ده كله مبالك بالقياس بحالة مرض ونقل وباء وعدوى من شخص الأسرته ومن أسرته لجرانه ومن جرانه للآخرين وتتسع الهوية فكل الإجراءات التي تتخذها الحكومات على مستوى منطقة الشرق الأوسط وعلى مستوى مصر هي في صالح البشرية ومن صميم الدين وكفانة مزايدات كفانة مزايدات ده بالنسبة لكورونا بالنسبة للزعيم الكوري كيم جون ده اللي احتل المركز الثاني بعد كورونا خلال الأيام الماضية هل هو توفي هل أخته اللي هتقود كوريا بعده وهي الأكثر الماما بكل الملفات الكورية كوريا اللي عاملة للعالم كله صداع لأن فيها حاكم صاحب قرار دولة منغلقة دولة منعزلة عن العالم لكنها دولة تمتلك قرارها وتمتلك قوة نووية صحيح لو استعملتها هتضمر العالم كله مش هتضمر أمريكا بس وهتضمر نفسها في نفس الوقت ولكن صرته معنا على الشاشة هو رجل في وجوده أصار الجدل وفي غيابه أصار الجدل حالة من الجدل والصفستائية خرجت النهاردة بالتحديد كل وسائل الإعلام الكورية تؤكد سلامة الرجل وأنه موجود وأنه بيبشر أعماله وبالأمس قالت رويتر أنه هو أجرع عملية جراحية وأن الصين أوفدت إليه وفد مكوّم من خمسين من الأطباء والمستشارين في المجال الطبي لأنه هو كان بيمر بأزمة قلبية وأجرى جراحة في القلب وندعو الله له بالشفاء كإنسان وكزعيم عامل نوع من أنواع التوازن في العالم تخيلوا هذا الرجل عامل نوع من أنواع التوازن على مستوى القوى القبرى يعني ندعو الله له بالشفاء بإذن الله على باقي بقى المستويات الداخلية بتاعتنا نجد أن السوشال ميديا الآن بتضج وفي حالة استفزاز مما ينشر على شاشات الفضائيات سواء في المسلسلات التي معظمها ليس لها معنى إلا مسلسل أو اتنين الإعلانات المسفة اللي كلها خروج عن الحياء والزوء العام وأصبحنا يعني قابة قوسين أو أدنى وأصبح المشاهد المصري اللي في عزلة عن العالم دلوقتي وقاعد في بيته لا سبيل له إلا الفيس أو السوشال ميديا أو شاشات التلفاز فشاشات التلفاز أصبحت مستفزة سواء بالإعلانات اللي خارج عن النص وعن القانون واللي للأسف يعني الناس أصبحت ما عندهاش وعي ليه ما يحدث كل اللي هموهم نوع من أنواع الإصارة إزاي أسير الناس علشان لا مش هي دي الحقيقة أنا ممكن أعمل إعلان وإعلان هادف ومحترم ويفيد ويصل للناس ويحقق المطلوب منه دون إسفاف ودون الخروج عن اللياق لأن في النهاية إحنا شعوب شرقية عربية شعوب متدينة سواء مسلمين أو مسيحيين لنا عادات وتقاليد افتقدنا كثير منها بسبب معطيات كثيرة وحالة لغط وشائعات أصبحت بمعدل كل دقيقة شائعتين أو تلاتة وعمر الأوطان ما هتتبني بالشائعات وده اللي بإذن الله هننقشوا مع ضيوفنا اللي تعصر بهم الوقت بس وجايين فإحنا الطريق ربنا يسلهم الأمر بالنسبة للهيئة الوطنية للإعلام أخيراً تحركت وطلبة وقف إعلان الإعلان المسف وتم التحويل بعض الناس الأخرى للنيابة العامة وهم قيد التحقيق دلوقتي ونأمل إن يكون دوت إنذار وجرز لعدم تكرار مثل هذه الأشياء نرجع لموضوعنا حول السباق في العالم الآن فبنجد إن بيلجيتس رخر أصبح حديث الأمريكان وحطينه في دماجهم بعد موضوع القبولة اللي تنبأ به منذ ثلاثة أعوام وقبل ما ينتشر الوباء دوت بشهر ونص حذر منه ونفس الشيء قرره مع كورونا بيلجيتس طبعاً إحنا عارفين إن هو بيمتلك أكبر شبكة معلومات وعلى مستوى العالم ومن أغنى أغنياء العالم وأصبح بيسخر كل فلوسه دلوقتي للحالات الإنسانية على مستوى شعوب العالم وخاصة في أفريقيا هذا الأمر أخضب أمريكا جامد جداً وأصبح بيلجيتس يعني من ضمن المحرمات في أمريكا زي ما عملوا مع وزير البحرية عندهم أو القائد البحري عندهم لما مرضاش يتكتم على حالات الكورونا اللي كانت أصابت 200 جندي عنده على حاملة أكبر طائرات ورؤوس نووية في أمريكا واللي سبت بعد كده أن الأمر تفاقم ووصل لأكتر من 800 حالة الأغرب من ده كله أن أمريكا وقفت أي شيء دعم لمنظمة الصحة العالمية علشان رئيس المنظمة لم يتوافق مع ترامب فيما يزعمه وفيما يقوله من أقويل أكذيب فكان العقاب أنه في بداية الأمر قل الميزانية بتاعت منظمة الصحة للنص وبعد كده امتنع تماما عن تمولها فردت الصين بأن هي اللي هتقوم بالتمويل لمنظمة الصحة العالمية لأن منظمة الصحة العالمية دورها قوي جدا وأي مبدور وشكل غير عادي على مستوى العالم كله سواء في الدول الغنية أو الدول العالم التاني الفقيرة والرجل اللي على رأسها رغم أنه من أسيوبيا وإلا أنه بازل جهد غير عادي ولقى قبول عند كثير من الدول ونشيت وأثبتت الكارثة الحالية والوباء المنتشر قد إيه هذا الرجل حريص على حياة الشعوب وإنه بيتعامل بشفافية مطلقة وإن ما بيملاش عليه قرارات من أحد والتهديدات اللي وصلته من ترامب لم تؤثر فيه وخلته أكثر صلابة وأكثر جدية دي برضو من أهم الأشياء اللي شفناها خلال الفترة بتاعت الأسبوع الماضي الأهم من ده كله إن صدرت أبحاث ودراسات في أمريكا بتقول إن ما يسمى بالديمقراطية بتاعتهم وحقوق الإنسان اللي حربوا بيها العالم كله واللي فتتوا بيها كثير من الدول واللي كانوا بيتغنوا بيها في طريقها للزوال أو هي بتموت موت كلينيكي الآن بمناسبة بقى الأمراض والمستشفيات وإن الفترة القادمة السوشال ميديا والنت هو اللي هيبقى الرافض الحقيقي لكل الشعوب وإن وسائل الاتصال الحديثة والتكنولوجيا الحديثة لغت لغت ما يسمى بالديمقراطية الزائفة اللي الغرب كان بيتغنى بيها وأول أقنعت هذا الأمر لما سقطت سقطت عن أوروبا وأمريكا في الأزمة الأخرانية وعملوا قرصانة على بعض وخدوا المراكب اللي كانت راحة من هنا لهنا وكان أمر يعني في غاية الغرابة والدهشة أن اللي بيتحدثوا عن حقوق الإنسان وبيتحدثوا عن الديمقراطية وبيتحدثوا عن السلام هم أكثر الناس تسلطا وقرصانة ولا يعني ما بياخدوش أي اعتبارات لأي شيء من القوانين حتى الدولية المعترف بيها فكثير من الأمور أصبحت في غاية الغرابة وأصبح أن اللي بيشاهد المشهد العالمي بشكل بسيط مش هقول متعمق يجد أن المادة طغت على كل شيء وأن الاقتصاد هو المتحكم الرئيسي والأهم من ده كله أن بعد مرور ما يقرب من 38 سنة على تحرير سيناء و 47 سنة على حرب 6 أكتوبر نجد نجد أن التاريخ يكاد بيعيد نفسه البترول اللي هو كان أخطر سلاح في حرب 73 لأن الحلقة هنكون تجاوزنا عشر رمضان وعشر رمضان ده ذكرى من الذكريات اللي لها بصمة داخل نفوس كل المصريين وسيناء بالتحديد هي بوابة مصر الشرقية وشهدت منذ فجر التاريخ كثير من المعارك وصدت عن مصر الكثير والكثير ومازالت مطمع وهتظل مطمع إلى يوم الدين أرض الفيروز اللي رويت بدماء كثير من المصريين وكل حبة رمل فيها فيها بقاعة دم لشرفاء هذا الوطن وحمات هذا الوطن ويجب أن نديهم حقهم والقيادة السياسية والسيد الرئيس خلال الأسبوع الماضية مع ذكرى تحرير سينة في 25 إبريل قام بافتتاح كثير من المشروعات ياريت يا جماعة لو معنا حاجة منها نشوفها على الشاشة داخل سينة ومحطات تحليل المياه اللي هت تروي أربع تلافة الدام بإذن الله هناك الجهد اللي مبزول لغاية الآن في سينة سواء للتنمية بإنفاق مليارات بجهد غير عادي بعد أن كانت سينة ظلت أكتر من عقدين منسية تماما عادت الحياة لسينة مرة أخرى وقريبا بإذن الله هتنتج صمار ما يبزل من جهد في هذه الأقونا وهنشوف تنمية حقيقية في سينة الفترة القادمة ليه بقول الكلام دا بقول الكلام دا لأن مش بالمصادفة أن البترول اللي في 73 كان إحدى أسلحة نجاح حرب 6 أكتوبر أنه يصل إلى أن البرميل يبقى بلاش وبمينص 37 دولار يعني نتيجة تخزينه لأن كورونا كشفت العالم كله وخلت المصانع توقفت والعالم شبه توقف وتوقف لمدة 3 شهور خلى فيه رقود غير عادي وهو سلعة للعرض والطلب وتشغيل المصانع والانتقال والطيران كل دا توقف تماما وكادت أوروبا كلها كأنها مدينة أشباح بل العالم كله فده أثر بالسلب على حاجات وأثر بالإجاب على حاجات تانية من ضمن الحاجات اللي أثر عليها بالإجاب أن التغيرات المناخية وصقب الإزون تم التقماء وتلحم لوحده والصقب اللي كان فيه راح وأصبح الناس يتنفسون الصعباء والتلوس قل بشكل غير عادي في خلال ثلاث شهور أما لو نظمنا حياتنا ورجعنا للطبيعة الحقيقية إيه اللي هيحصل هنرجع في جو هادئ وجميل ومش هنبقى محتاجين لحالة الصخب واللي كنا فيها من قبل نرجع بقى للحروب البردة اللي بنعاني منها وسينة سينة بالتحديد لأن سينة مستهدفة زي ما قلت منذ فجر التاريخ وإني يتصادف في هذه الأيام عمليات إرهابية في الداخل المصري وعلى مستوى المدن وفي سيناء نلاقي ناس بدأت بدأت تكتب مقالات بتنادي بمشروع طقر النهضة بتاع الإخوان اللي كانوا عايزين يسلموا فيه قناة السويس لقطر تسليم أهالي والأثار بتاعة مصر كلها يدروها لمدة مئة سنة حق انتفاع محاولاتهم الدنيئة لتحويل سيناء لحل القضية الفلسطينية وبزعم ان تبقى فيها مشروعات استثمارية وتستوعب أكتر من 2-3 مليون نسمة وتبقى يعني متسع لإخوان في فلسطين وبالشكل ده تتحل القضية الفلسطينية ويتم تعويض مصر بجزء من صحراء المقب لما تعرض الأمر ده على الرئيس الفلسطيني أبو عباس أبو مازن آسف رفضوا تماما وكان في هذه الأقونا مع هذا الأمر كان الرئيس الحالي هو وزير الدفاع الفريق أول عفتاح السيسي بما أنه رجل معلومات ورجل مخابراتي ورجل من الطراز الأول أصدر قرار في حينه بوقف بيع أو شراء الأراضي في فلسطين في سينة آسف حتى أسمع الله لغير المصريين البيع والشراء وما يتملك هاش غير المصريين ويكون من أبوين مصريين ومن جدين مصريين لأن في الوقت دوت كان فيه بيع وشيرة في الأراضي المتر اللي يقدر بمئتين جنيه كان وصل ثمن وألفين جنيه وبدأ أخواننا الفلسطينيين يخشوا ويشتروا بمساحات شاسعة وأجانب وعرب وكان اللي عايزين يحولوا سينة لفلسطين مرة أخرى وكأن التاريخ كان هيعيد نفسه لكن يقزت الجيش المصري في ذلك الوقت تنبهت سريعا وأوقفت نزيف الدم والكلام ده كان في ألفين واثماثر وألفين وطلعتاشر مش بعيد يعني خرج علينا ما يدعى نيوتن وأنا ما زلت أصر أن أسميه النتن بمقال كأنه بيعيد التاريخ نفسه من جديد وعايز وبيطالب بقى بأن يبقى لها حاكم مستقل وحاكم عام وبعيدا عن المحافظ وبعيدا عن الدولة وأن تبقى كأنها جزء مستقطع كده من الدولة مع نفسه وتقام فيها مشروعاته بتاعه لم ينظروا أن الدولة مسخر إمكانيات كثيرة جدا لسينة بنية تحتية مرافق مباني إصال المياه لغية آخر حتة في سينة رغم الظروف اللي بتنر بيها البلد وموضوع كورونا و الظروف الاقتصادية اللي مضغوطة فيها البلد إلى أن هناك مشروعات شغالة ليلة نهار اتعمل أربع أنفاء عشان يجعله سينة زيها زي اسماعالية والسويس و وسط البلد لربط سينة بالقاهرة وبكل محافظات مصر ويبقى فيه سيولة في الحركة والانتقال و وكل شيء من المقرر أنها يقام فيها جمعتين جداد في غضون العام القادم بإذن الله ستبدأ سمار كل التنمية ديت تتحقق وتبقى ملموسة ويشاهدها المواطن العادي ويستفيد منها بإذن الله فياريت نتيقز و ما نسرش الشائعات اللي بتتحطرنا كل يوم عبر وسائل التواصل الاجتماعي و 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 ننصاك ورقها و طبعا أنا ببعث من هنا تحية للنائب العام اللي بدأت تحقيق في هذا المقال ومع الصحيفة ومع رئيس تحريرها و إن الغرامات اللي فردت عليهم ديت أمر هين وبسيط المفترض إن تكون للدولة والهيئة آه الإعلام وقفة وننقبط الصحفيين كمان وقفة جدة جدا مع هذه الجريدة ومع القائمين عليها والمسؤولين معها آه حتى لا يتكرر نفس الأمر لأن دي كلها عبارة عن بلونات اختبار وهؤلاء معروف أصلهم وفصلهم إيه وهم بيتبعوا مين ورجال مين داخل هذا المجتمع لأن خلال الثلاث عقود اللي فاتوا نكحة أمريكا وأنا بقولها بمنتغل صراحة وقوة الشر اللي بتستهدف هذا الوطن إنها يبقى لها خلايا نايمة في كل المؤسسات وخاصة في الإعلام وللأسف في الصحافة وده بدأ بكرة التاني يبدأ بعد التالت يبدأ وتبدأ الرتم يعلى وفي الآخر نلاقي نفسنا قدام أكذوبة كبيرة الناس للأسف بتصدقها فعلى الدولة المصرية وعلى كل المؤسسات المصرية إنها تتيقص لمثل هذا الخطر ونكون وعيين جدا ويريت الصحف المصرية تبدأ تعمل شيء من التوعية التاريخية للمواطن المصري لأن في خضم اللي بيحصل وفي خضم معاناة الحياة والتكالب عليها أحيانا بيسقط من الناس جزء من التاريخ بتاحه واللي مالوش ماضي مالوش حاضر ومالوش مستقبل فلو الأجيال اللي طلعت واللي طلعة عرفت تاريخها كويس جدا وعرفت إن قدي إيه إحنا مستهدفين وإن قدي إيه الأجيال السابقة يعني قدمت الغالي والنفيس من أجل هذا البلد ومن أجل طراب هذا الوطن ومن أجل وحدته ومن أجل الحفاظ عليه هللاقي المسيرة مستمر آه في ربنا يحمي حماة الوطن وهم يقزين ومسيطرين على الأمر جيدا لكن أنا بتكلم على الشباب اللي طال وخاصة أن مصر ربنا حبيها بأن 60% من أبنائها من جيل الشباب من سن 15 و18 سنة لغاية سن 35 و40 سنة فيجب أن يبقى هناك توعية مستمرة ويقزة مستمرة لأبناء هذا الوطن مفيش أخبار يا جماعة عن ضيوفنا معقولة طيب دا كلام محترم طيب للأسف الشديد دلوقتي فيه ظاهرة بدأت يعني الدولة بتحارب الوباء والمرض بشكل غير عادي والقيود اللي فرضاها لحماية المواطن وحماية المجتمع ككل ومع ذلك بنجد بعض الأشخاص بيتجاوزوا بطريقة استفزازية لجرانهم وللمجتمع ككل اتقفلت المقاهي زي ما احنا شايفين كل في الأحياء الشعبية خاصة كل واحد عمل قدام بيته مقهى وقاعد يدخن الشيشة ومش لوحده لا دا مجموعات والشيشة وأشياء أخرى مش عايزين يعني ف لغاية امتى الكلام دا يعني دا مثلا على سبيل المثال حي ببهتين وبالأمس كان في أحياء الشعبية اللي في العجوزة والمهندسين ومن قبل كان في شبرى الخيمة احنا احنا راحين على فين يا جماعة يعني هو عايز يأذي نفسه هو حر يبقى جوه بيته جوه شقته لكن يأذي الاخرين ليه فياريت يعني انا مش قادر اقول ان الشرطة لان الشرطة بصراحة مش هتوقف على رأس كل مواطن عسكري يعني يجب ان يكون عند الناس احساس بالمسئولية لان لو بقى عندنا احساس بالمسئولية وكل واحد التزم بالتعليمات صدقوني هنخرج من عنق الزجاجة وهناك بارقة امل كبيرة جدا ان تنتهي هذه الزوبعة وهذا الوباء وتعود الحياة مرة اخرى وكل واحد يعبس كيفما يشاء كما كان وتعود الحياة من جديد ودلوقتي الدولة والحكومة بتحاول ترجع السياحة الداخلية وبدأ اتعقم الفنادق والطيارات وهتخلي فيه ساحة داخلية بإذن الله على العيد او بعد العيد واحنا داخلين على خير قادم بإذن الله بس عايزين نحافظ على انفسنا ونحافظ على الاخرين يا سيدي انت ربنا قرمك وكويس وصحيتك كويسة ليه تأذي الاخرين ليه تأذي جرانك وبعدين الاحياء الشعبية اللي كانت بتمتاز بالحب والدفء وكلنا طالعين من احياء شعبية النهاردة افتقدنا ده افتقدنا تماما واصبح غالب على كل شيء شيء من العنترية والفتوانة وقلة الادب والله يجزيه بقى السبك واعوانه وننبر زفت وننبر زفت هنعود مرة اخرى احنا معنا فاصل يا جماعة طيب معنا فاصل وهنرجعلكو تاني باذن الله اعزانا المشاهدين رجعنا مرة تانية و على فكرة زي ما شفتوا كده ان الحرام كان بيدج بالناس في اخر التتر اللي فات بتاع الاغنية اللي فاتت والاعلان يعني السعودية بدأت ترفع الحظر وقريبا ستعود الحياة مرة اخرى لفناء الكعبة والمسجد النبوي وتعود الحياة مرة تانية باذن الله وربنا وربنا يكتبها لكل مشتاء ونكون ضمن هؤلاء الفترة اللي فاتت زي ما بقولكو مش بالمصادفة ان هم بيجوا مع كل ذكرة طيبة تسعد المصريين تبدأ الشائعات تبدأ الحرب الممنهجة بسيناريو مرتب وكأن مشروع الخراب العربي والفوضى الخلاقة بتاعت كوندليزا ريس بتعيد نفسها مرة تانية بس هاي هات المصريين استوعبوا الدرس ولا يلدغ المؤمن من جحر مرتين الدليل على كده خرج ايدي كوهين المحل الاسرائيلي الصهيوني منذ اسبوع او عشر ايام واعلن ان بعد كورونا ستجهد المنطقة متغيرات كثيرة جدا وحلمهم ان مشروع الخراب العربي يعود مرة تانية اللي تم فيه تدمير سوريا وليبيا واليمن وانهكة العراق فلن يتبقى الان الا مصر ربنا اللي حفظها وحفظها بجيشها وبشرطتها وبقيادتها السياسية الوعية وبشعبها فما استكفوش بالكلام دوت بدأت تطل علينا رؤوس الأفاعي من جديد عبر وسائل التواصل الاجتماعي فبدأ يظهر الأرجوز بازم يوسف من جديد ويتنظر على كلمة المؤامرة ويتنظر على ما يحدث في العالم وإن كورونا دوت وباء عادي جدا ويجب على الناس أنها تلتزم وتوعد وبتاعه وبدأ يحط السم في العسل من خلال هذا الموضوع عشان يعود لنا بوجهه القبيح مرة أخرى لم يتوقف الأمر عند الإرجوز بازم يوسف خرج لنا كمان المدعو المدعو علاء الأسواني يا جماعة أنا طالع بناء على طلب حبيبي أن يقدم فيديو كل أسبوع وبدأ يتنظر على القيادة السياسية ويتنظر على المصريين ويتنظر على كل الأوضاع وكأن بقول السيناريو بيعيد نفسه من جديد فأنا لا يعنيني هؤلاء لأن هم لا يمثلوا إلا أنفسهم ومن السهل أن أجدب عليك مرة واثنين وثلاثة لكن من الصعب النفضة لأجدب عليك العمر كله ولكن أنا بناشد كل المصريين أن نتوخى الحذر من هؤلاء الأفاعي اللي بدأوا يطلوا علينا برؤوسهم مرة أخرى وفي أيام بتحمل ذكريات جميلة لنا بيحاولوا يعني يطمسوها وبتعليمات من أسيادهم اللي بيدوهم الدولار اللي بيمولوهم فياريت نخلي بالنا ياريت نخلني بالنا لأن هؤلاء لهم مصريين هم تحسبوا على المصريين غلط ولا وطنيين ولا يعلموا شيء عن الوطنية نهاية حلقتنا بتمنى كما يتمنى الجميع أن ربنا يرفع الوباء عن هذه الأمة ونلتزم بيوتنا ونلتزم بالإجراءات الاحترازية عشان نعدي من هذا الوباء على خير وهانت يا جماعة الأمر لا يتعدى أكتر من أسبوع والاتنين وبإذن الله يمكن على العيد يكون فيه بارقة خير وأمل كبيرة جدا وياريت نبدأ نمشي بالكمامات ونخاف على أنفسنا ونخاف على الآخرين ونخاف على البلد وعلى الوطن علشان مناش غيره مناش غيره وكلنا شوفنا اللي حصل حوالينا وكل الدول دي جات مصر وأهلا بيهم واخوتنا وحبيبنا لكن لا قدر الله لو حصل حاجة إحنا وهم هنروح فين يجب أن نعد دروس تماما بشكركم وعلى لقاء قادم الإسبوع القادم بإذن الله وأرجو أنه كنت ضيف خفيف عليكم حما الله الوطن وحمات الوطن وأشوفكم الأسبوع القادم على خير بإذن الله السلام عليكم